بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك في مقرر تنظيم حاسبات 2 ما زلنا في الباب الأول Central Processing Unit وفيه ننتقل إلى الدرس التالي Chapter 1 Lecture 9 Reverse Polish Notation أو ما يعرف اختصارا بالRBN في هذا الدرس سنعرف ما المقصود بالRBN وما هي طريقة تقييم الRBN RBN Evaluation وما هي هيكلية التعامل مع الRBN RBN Operation Hierarchy كيف ننفذ الRBN على العمليات الحسابية بعد الانتهاء من هذا الدرس سنعرف الفرق بين الInfix والPrefix والPostFix نبدأ بتعريف الRBN RBN كما رأينا هي اختصار لـ Reverse Polish Notation إذن هي أحد الNotations أو التعابير التي تستخدم رياضيا هناك ثلاثة أنواع من التعابير الرياضية لكي نجمع A و B هناك ثلاثة طرق مختلفة للتعبير عن ذلك الطريقة الأولى تسمى البريفيكس بريفيكس Notation أو البوليش Notation بوليش يعني بولندي منصوب إلى بولندا البوليش أو البريفيكس Notation تكتب فيه العملية قبل البيانات المراد إجراء العملية عليها لنجمع A و B نكتب عملية الجمع في الأول بعدين نكتب A و B بري يعني قبل وبما أن العملية هنا وضعت قبل البيانات هذه تسمى البريفيكس Notation أو البوليش Notation إذن نضع العملية في الأول بعدين البيانات هل هناك طريقة أخرى للتعبير؟ نعم الانفكس طريقة الثانية وهذه هي الطريقة الشايع التي نعرفها لكي نجمع A و B نحن نكتب A زائد B والعملية الآن في الوسط ان انفكس في الوسط بين البيانات المراد إجراء العملية عليها هذه تسمى الانفكس هل هناك طريقة ثالثة؟ نعم هناك طريقة ثالثة الطريقة الثالثة عكس الطريقة الأولى البوستفيكس عكس البريفيكس لذلك سميناها ريفيرس بوليش أو طريقة بولندية معكوسة وإذا كانت هي عكس الطريقة البولندية فأكيد أن العلامة تذهب في الآخر العلامة تأتي بعد البيانات إذا نكتب البيانات في الأول ثم العلامة في الآخر هذه هي طريقة الريبيرس بوليش نوتيشن وهذه هي التي تختصر بالر بي ان وهي موضوع هذا الدرس كمثال لهذه الطريقة من طرق التعبير أو طريقة الار بي ان نأخذ الانفكس الكامل هذا ثلاثة ضرب أربعة زائد خمسة ضرب ستة هذه انفكس نأخذ الطريقة المعهودة التي تعلمنا بها التعامل مع المسائل الرياضية فالآن نريد أن نحول هذا الانفكس إلى بوست فكس أو إلى ر بي ان ريبيرس بوليش نوتيشن عادي نتبع الطريقة نكتب البيانات بالأول البيانات الأولى كانت ثلاثة ضرب أربعة إذن نأتي بالبيانات في الأول وهي الثلاثة والأربعة ونضع عملية الضرب بعده كده انتهينا من الجزء الأول نفس الشيء نذهب إلى خمسة ضرب ستة نأتي بالخمسة والستة أولا ونضع علامة الضرب بعده أصبحت خمسة ستة ضرب الآن ناتج هذا البوست فكس وناتج هذا البوست فكس المفروض يحصله جمع إذن نتعامل مع هذا كأنه بيانات لحالها وهذه بيانات لحالها ونضع عملية الجمع بعده إذن البوست فكس النهائي هو ثلاثة أربعة ضرب خمسة ستة ضرب جمع هذا هو البوست فكس أو ال-RBN طيب كيف نقيم ال-RBN for notations the RBN evaluation له خطوات ما هي هذه الخطوات the RBN evaluation steps are أولا scans expression from left to right طبعا هذا الشرح يتعلق بnotations مكتوبة بطريقة ال-RBN أول خطوة نقوم بها هي يمسح ال-Expression من اليسار إلى اليمين ثم ماذا؟ when an operator is reached perform the operation with the two operands found on the left side of the operator بالمناسبة هذا ال-A وال-B بالمناسبة يا أخواني هذه الأي والب وبعدهم العلامة الأي والب نسميهم оперانس أو بيانات والبلس نسميها operator أو على عملية علامة عملية فالخطوة 2 تقول بعد أن نعمل من اليسار إلى اليمين الخطوة 2 تقول إذا كان وصلنا إلى أجر العملية المعرفة بهذا الأوبريتر على الأوبرانس الاثنين الموجودين مباشرة يسار الأوبريتر في هذه الحالة الأو والب ثم الأوبرانس الاثنين الموجودين مباشرة يسار الأوبريتر إذا نجري عملية الجمع للأ والب هذا توضيح للأستيب رغم اثنين الأستيب رغم ثلاثة المفروض بعد أن تقوم بإجراء العملية على الأوبرانس الموجودة يسار الأوبريتر تأخذ كل ذلك وتضع بدله الرزالت حتى تستفيد منه عندما تواصل الاسكان إلى اليسار من اليسار إلى اليمين الخطوة الرابعة continue scanning and repeat the procedure تواصل إلى اليمين وكل ما تجد أوبريتر تعمل العملية على الأوبرانس الموجودين قبلها وتستعيد عن الأوبريتر والأوبرانس بناتج العملية وتواصل حتى تخلص من جميع مكونات مكونات الاكسبريشن نوضح ذلك بمثال بسيط وهو المثال الذي بدناه في الشريحة السابقة example الينفكس الذي نعرفه هو 3 ضرب 4 زائد 5 ضرب 6 رأينا كيف نحول هذا إلى RBN فيصبح 3-4 ضرب 5-6 ضرب جمع طيب كيف نقيم هذه العملية نريد أن نقوم بتنفيذ الخطوات التي شرحناها قبل قليل الأربع خطوات موضحة أعلى على هذه الـ RBN هذه الخطوات دائما تنفذ على RBN طيب الخطوات تقول أولا إذ كان من اليسار إلى اليمين ننظر في هذا الاتجاه فنجد الثلاثة والأربع هذه Operance نواصل إلى اليمين فنجد الضرب وهو Operator نقيف لأننا وجدنا Operator فننظر إلى يسار الأربع فنجد الثلاثة والأربعة فنجري عليهم الضرب فنستعيد عن كل الثلاثة والأربعة وعلامة الضرب بالناتج وهو 12 فنكتب الـ 12 شك الإكسبريشن بعد الخطوة الثانية هيكون 12 5-6 ضرب جمع فنواصل إلى الاسكان نجد 12 نخليها نمشي للـ 5 نخليها نمشي للـ 6 نخليها ليش نخليهم؟ لأنهم Operance ونجد علامة الضرب فننظر يسار العلامة فنجد الخمسة والـ 6 نضربهم الـ 2 فنستعيد عن كل هذه المكونات بنتيجة الضرب وهي 30 فيصبح سكر الإكسبريشن 10-30 جمع نعمل مواصلة للإسكان نجد الـ 12 نخليها نجد الثلاثين نخليها نجد الجمع نجيف لأننا وجدنا Operant لأننا وجدنا Operator اللي هو الجمع فننظر يساره نجد قيمتين الثلاثين والإتناشر فنجري عليهم عملية الجمع المعرفة بالـ Operator الـ Plus ونستعيد عن كل ذلك بالناتج الناتج شويش إتناشر زائد الثلاثين اثنين واربعين إذن عملنا Evaluation للـ RBN وأصبحت النتيجة هي اثنين واربعين بالخطوة Scan من اليسار إلى اليمين إذا وجدت Operant واصل الـ Scan إذا وجدت Operator تقيف وتجري العملية المعرفة بهذا الـ Operator على أول اثنين Operants موجودين إلى يسار الـ Operator ثم تستبدل الـ Operants الاثنين والـ Operator بناتج الـ Operation وهو العملية وتواصل الـ Scan وهكذا حتى تصل إلى نهاية الـ Expression فتجد نفسك عملت Evaluation للـ RBN Expression طيب هل هناك طريقة معينة نتبعها أم أننا نفعل هذه الأمور هكذا لا هناك هيكلية أو أولويات يجب أن نتبعها ما هي هذه الأولويات ننظر في هذا الدرس الـ RBN الـ Operation Hierarchy أو هيكلية عمليات الـ RBN هناك شيئا مهمين أولا Perform all arithmetic inside inner parentheses than inside outer parentheses هذا السطر يقول يجب أن تقوم بإجراء العمليات الحسابية الموجودة داخل الأقواس الداخلية أولا بعدين العمليات الحسابية في الأقواس الخارجية ثانية يعني نبدأ بالأقواس الداخلية ونأتي للأقواس الخارجية وأثناء تعاملك مع هذه الأقواس يجب أن تفعل الآتي do multiplication and division operation before addition and subtraction operation وهذه حقيقة معروفة من الرياضيات أن عمليات الضرب والقسمة لها الأولوية على عمليات الجمع والطرح أو عمليات الضرب والقسمة تجرى أولا قبل عمليات الجمع والطرح إذن الأوباريشن هيلاركي نلخص في التعامل مع الأقواس الداخلية إن وجدت قبل الخارجية وفي تعامل مع الأقواس تقوم بإجراء الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح بهذا التسلسل كمثال for example to evaluate the expression هذا طويل فيها أقواس داخلية وخارجية وفيها عمليات مختلفة ضرب وجمع عندنا الأقواس الداخلية هنا هي A زائد B والD زائد E إذن نبدأ بهم وفقاً للخطوة الأولى في perform all arithmetic inside inner balances في الأول إذن أولاً perform A plus B and D plus E إذا أستحول هذه الإنفكس إلى RBN فأكيد ستصبح A B جمع و D E جمع ثانياً calculate the expression inside the square brackets عندنا الأقواس المربعة هذه باعتبارة هي الأقواس الخارجية والأقواس العادية بتاعة A والB والD والE هي الأقواس الداخلية طيب إذا أردنا التعامل مع الأقواس المربعة أو الخارجية note زائد إن داخل هذه الأقواس المربعة لاحظ أن هناك ضرب هو هذا وهناك جمع هو هذا وهذا إذن نتعامل مع الضرب قبل الجمع طبعاً الD والE تعاملنا معها في الخطوة الأولى خلاص الآن الأولوية لهذا الضرب قبل هذا الجمع لضرب C قبل جمع الF لذلك قلنا note that the multiplication C في حاصل ضرب القوس الداخلي must be done barrier to the addition of F يجب أن يكون له العولوية قبل جمع الF باكتمال هذا الضرب والجمع ضرب الC وجمع الF انتهت عملية الأقواس المربعة إذن أصبح لدينا قوس مربع كبير مضروف في قوس صغير اللي هو الA زائد الB multiply the two terms between the balances and brackets هذه آخر خطوة إنه نضرب ناتج A زائد B مع ناتج الأقواس المربعة بالكامل إذن العملية تصبح هكذا عملية الRBN A B بلس لأننا تعاملنا مع القوس الداخلي الأول D E بلس لأننا تعاملنا مع القوس الداخلي الثاني و C ضرب لأننا ضربنا القوس الداخلي الثاني في السي أعطينا الأولوية لعملية الضرب تصبح D E بلس C ضرب ثم نجمع الF هذا الناتج مع الF العلاقة جمع وهذا الناتج الكامل هو ناتج الغوص المربع ماذا يحدث له؟ يحدث له ضرب مع ناتج الغوص الداخلي الأول إذن العملية النهائية هي عملية ضرب ضرب لذلك الRBN النهائي لهذه الاكسبريشن هو A B جمع D E جمع C ضرب F جمع وكل المحصلة بين القوسين ضرب إذن هذا هو الRBN الRBN لهذه الإنفكس هذه الRBN لهذه الإنفكس وعليك دائما عند التعامل في التحويل من الRBN من الإنفكس إلى الRBN أن تتبع الستيبس الأربعة التي ذكرناها في الشريحة السابقة وإذا أعطيت قيمة لتحويلها من إنفكس إلى الRBN يجب أن تلتزم بالهيراركي للأوبريشن وما هو هذا الهيراركي؟ تعامل مع الأقواس الداخلية أولاً ثم الخارجية وعند التعامل مع هذه الأقواس تعطي الأولوية للضرب والجمع قبر الجمع والطرح وإلى الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر